اشتركوا في القناة استنبطنا وجهة نظر حزب العدالة البناء في ما يحدث الآن داخل عاصمة طرابلس بس السؤال المظاهرات ليست في طرابلس فقط ليست في المنطقة الغربية فقط امتدت على أقل التقدير بالنسبة لمدينة السرط بشكل كبير كذلك امتد صدها حتى للمنطقة الشرقية في القبة تحديدا في حتى مدينة جدابيا مطالبات عدة حتى المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أشارت إلى حملة اعتقالات واسعة من خلال هذه التظاهرات بالنسبة للقوات الأمنية القابعة هناك أو المسيطرة على هذه المناطق والرقعة الجغرافية بشكل كامل عموما في مستهل هذا الحوار وجهة نظركم للمظاهرات التي تخرج في سرط والتي تخرج في بعض مدن ومناطق الشرق جدواها فاعليتها كيف يمكن أن تكون ردة فاعل الطرف المسيطر على هذه المناطق والرقعة الجغرافية لا أتصور أن هناك مظاهرات سلمية ستكون فاعلة برضى السلطة المسيطرة في الشرق لأن المنظومة العسكرية لا تقبل المظاهرات فالمظاهرات تحت الأنظمة الاستبدادية نوعين إما مظاهرات تأييدية أو مفبركة لإظهار أن هناك رأي آخر وهذه كان يدير فيها الغدافي زمان تظهر مظاهرات تدعي أنها ضد أو تكون مظاهرات عارمة وهبة شعبية لتخلص من الاستبداد وهذا ما نتمنى بعد فشل المشروع العسكري في ضل القبضة العسكرية وفي ضل القمع الموجود واللي سمعنا عليه بأشكال عدة وأصبح معروف شارع الزيت والقتل وحتى النائبة في البرلمان قالت كلمة فيه اختفت إلى الآن سيدة سهام سرقية أو غيرها فالحقيقة في تقديري لن يكون هناك حراك سلمي مظاهرات في الشرق إلا إذا كان زخم كبير ويعني كما حصل ضد القدافي أو غيرها العوامل الاجتماعية القبلية المكون الاجتماعي القبلي في مدن ومناطق الشرق حتى في مدينة السرطي حد ذاتها يوجد هذا الأمر يساعد أو يمهد الطريق لإقامة تظاهرات وللحفاظ على المطالب وما إلى ذلك أمن هذا أمر وذاك أمر شوف تاريخ كله يقول أن القبيلة هي مضلة اجتماعية وليست مكون سياسي ولم تنجح القبيلة في آداء أي دور سياسي وبالسهولة بمكان تفكيك القبيلة ويعني استخدام بعض رموزها وعناصرها زي ما حصل في بعض مدننا وبالتالي أنا لا أعول على التحركات القبلية لمواجهة الاستبداد طيب يعني المظاهرات بالشكل الحالي في مدن ومناطق الشرق هذه الرقعة الجغرافية تتحدث وكأنها لن تصل صداها بالنسبة لخليفة حفتر ولا الماسكين بزمام السلطة من فوق بس ماذا عن حكومة عبدالله الثني ماذا عن مجلس النواب في طبرق يطالهم الأمر أم لا يعني خليفة حفتر سيحمي هذه الأجسام أم لا سيتخلى عنها شوف أنا أمس شفت اجتماع وموجود منشور الصور في الإعلام خليفة حفتر يستدعي عبدالله الثني هو يجلس أمامه كموظف فنحن لا نتكلم عنه هو عبدالله الثني وجرد حصان طروادة لتزيين المشهد أن هناك برلمان وهناك حكومة لكن هو في الحقيقة لا يوجد إلا المنظومة العسكرية التي يبدو الآن أنها تمر بأزمة والأمور ما زالت غير واضحة يعني نستطيع أن نقول أن المنظومة العسكرية بعد فشل العسكرة ومشروحها تراجعت لا شك حتى في نفوس الناس وأصبحت غير مقنعة وغير قادرة على تنفيذ هذا المشروع فالأمر ربما يحتاج تفصيل مستقبل المشروع العسكري هذا موضوع آخر لكن في رأي أنه تصدع وأنه الآن يمر بمرحلة صعبة جدا يبقى الحوار في مدينة سرط ولكن بعيدا عن مسألة المظاهرات نتحدث الآن عن المسألة السياسية مسألة سرط والجفرة صارت تداول عالمي بشكل كبير جدا خرجت حتى من النطاق المحلي أصبح الأمر كبير جدا مجريات سرط والجفرة القادمة كيف ستكون؟ شوف أنا أولا دعني أقول أن ما قام به حفتر وما قام به عقيلة وأيدة في استجلاب المرتزقة الفاغنر هو كارثة على مستوى الوطن وهي كارثة ستظل وصمة عار حتى تاريخيا لأن هذا أمر أنا ممكن أن أسميه هو نوع من الفجور في الخصومة عندما وقعت حكومة الوفاق الاتفاقية مع الأتراك وهي اتفاقية رسمية مع حكومة شرعية ولا يمكن أن تقارن وهذا يجب أن يسمع كل أهلنا في الشرع وغيره كثير من الناس يقول ما أنتم جبتوا الأتراك لا هذا سؤال خدع هذه الأتراك دولة جووا بناء على اتفاقية ويمشوا بناء على اتفاقية وبالتالي يمكن أن يقارن أنا في تقديري عندما قلبت الاتفاقية موازين الصراع العسكري لجأ حفتر إلى الفجور في الخصومة والفجور في الخصومة هنا على مستوى التجرد من الوطنية بالكامل باستدعاء مرتزقة الفاقنر المشهورة عالميا والتي أصبحت تجوز خلال حقول النفط وتسيطر على حقول النفط وهذه كارثة لا يمكن أن مش عارف سؤالك هل هي جاوبتك مسألة سب كيف سيكون مشهد القائد الآن في تحركات مشكورة حتى وإن كانت متأخرة تحكي المبادر الأمريكي نعم نعم وهذه كانت واضحة من تحركات السفير الأمريكي من الأسبوع الماضية اللي هو يعني تنقل بين الشرق وبين طرابلس وبين حتى تركيا ومصر وواضح أن هناك انزعاج أمريكي من تواجد الفاقنر على الأراضي الليبيا معروف أن منطقة المتوسط ليست مسرح لروسيا ولم يسبق أن تتواجد في هذا المكان اللي قربها من بعض المحطات أو المقواعد الخاصة بالنيتو وأمر ريالي نعم بالتالي هذا تحرك يعني جاد في تقديري للضغط على مجموعة الفاقنر وبالتالي بدأ الحديث على منطقة منزوعة السلاح طبعا للأسف أن هذه المصطلحات تلقي بضلال سلبية لما نقول منطقة منزوعة السلاح دائما تستخدم بين دولتين يعني هذا يستخدم بين دولتين في حالة حرب نحن الحقيقة يعني يعز علينا أن يستخدم هذا منطقة منزوعة السلاح بين ليبيين يعني هذا أمر لكن إذا اعتبرنا أن القصد منها هو فرض وقف إطلاق النار إحنا رحبنا بهذا وقلنا إحنا الآن لنا أربعة وخمس أشهر توقفت الدماء وأنا متأكد أن كل ليبي فرحان كل ليبي مسرور أن مهما كانت الأزمة صحيح قد يكون فيه كهرباء نقص فيه كده لكن مدام أرواح الليبيين ودماءهم توقفت عن النزيف فهذا أمر جيد وبالتالي إحنا رحبنا بهذا الأمر مثلا يعني ماذا كانية نجاح هذا المشروع أنت لاحظت أن البيان السراج رحبا البيان اللي رحب به السراج والبيان اللي رحب فيه عقيلة يعني في العموميات كان فيه اتفاق ولكن كان في تفاصيل البيان أظهر رغبة كل طرف يعني أظهر رغبة عقيلة في تمرير موضوع اتفاق القاهرة وتعديل المجلس الرئاسي وبيان السراج كان مرر فيه قضية الانتخابات والانتخابات مهما كلنا عليها الانتخابات تعني استمرار المجلس الرئاسي إلى أن نصل إلى انتخابات ونصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية وكثير من المراقبين يقول أن دعوة الانتخابات مقبولة ولا حد ينكر لكنها دعوة غير واقعية نعم دعوة غير واقعية فنحن نرى أنه لا بد أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور اللي هو جاهز وانت الآن لما تكلموا عليه قاعدة دستورية قاعدة دستورية يعني نكرة قاعدة دستورية يعني يعملوا أي قاعدة باين احنا نقول لماذا لا نعتبر هذا الدستور اللي أفرزاته هيئة منتخبة بأكتر من التلتين وصوتت عليه في البيضة تحت سلطة حفتر لماذا لا نعتبر أن هذا الدستور قاعدة دستورية نمشو به خمس سنوات وبعدين اللي عنده عليهم ملاحظات يغيرها زي ما أنت تدين لقاعدة دستورية توا زي مقررات فبرايل اللي درناها هذه لجنة حطتنا شوية درنا عليها انتخابات أولينا بها سبع سنوات واحنا في صراع بي في دستور لماذا الدستور ليس قرآن ممكن تغير ففعلا يعني أنا أتمنى هذا النقطة الثانية هي قضية النفط وهي عودة ضخ النفط وأن يفتح حساب أو يوضع في حساب تابع لمؤسسة النفط ويرجأ التصرف فيه من البنك المركزي إلى أن يتم التسوية السياسية نحن كحزب باركنا هذا الموضوع على الرغم من تخوف البعض لأن ببساطة تخوفون ماذا؟ من أن خليفة حفتر تخوف البعض يسهيون هذه الأموال تخوف البعض مثلا أخي إسلام أن هذه الأموال لا تكون تحت سلطة الليبية أن يستخدم موضوع النفط مقابل الغذاء يعني في أشياء وهذا أمر وارد في تقدير بعيد الفكرة ببساطة ببساطة إحنا ممكن تستمر هذه المشكلة إذا عملنا إذا خلينا بدل من نفط مسكر نخليه ينزل في حساب مؤسسة النفط وإحنا اتفقنا بعد سنة اللي كان عندنا عشر مليار مجنبات كويس ضفناها للإحتياط أفضل من ضعا علينا كاليبي فأنا بالتالي لا أرى ضير في هذا الحل مدام هو يقرب وجهات النظر طيب هذا بالنسبة للمبادر الأمريكية بشكل عام ولكن حتى في سرط والجفرة مسألة تطبيق البنودة التي يبدو أنها تم الاتفاق عليها بشكل أو بآخر أو يقارب الاتفاق عليها حتى بخلال تواصلات دولية بين تركيا الحليفة الشرعي للحكومة الشرعية وكذلك حتى روسيا المحتكم لربما في المشهد في الطرف الآخر والمحتكم بقرارة خليفة حبطر حتى في نفسه عموما ما إمكانية تطبيق روسيا لما جاء في هذا القرار أي بسحب مرتزقة فاقنا من كل هذه المناطق من سرط والجفرة وكذلك الحقول النفطية مع العلم بأن هذه المناطق هي مناطق استراتيجية لأي دولة ليست لروسيا فقط هي منطقة اقتصادية قوية جدا مكانها الاستراتيجي قوي جدا على الساحل منطلع على الجنوب الأوروبي لها مكاسب كبيرة جدا على أي أساس تضمنون بأن روسيا ستقبل ربما بمثل هكذا قرارة لا هو يعني لا مبرر لوجود أي قوات إذا تم فتح الحقول النفطية وتم التزام بوقف إطلاق النار يعني لأن المرتزقة الفاقنار إلى الآن روسيا لا تعترف بأنها قوات نظامية تابعة لروسيا هي قوات يعني مرتزقة فبالتالي في تقديرنا أن يعني وقف إطلاق النار والجدية في تنفيذها سيجبر كل قوات المرتزقة الموجودة في المنطقة الوسطى أنها هي تخرج من المنطقة دخول عقل الصالح في الخط وبقوة هذه المرة فهو من رد على بيان السراج كان حتى مشابه بالنسبة للصياغة للنقاط على أقل التقدير مقارب حتى في التوقيت مع اختفاء رأي عام لخليفة حفتر المسيطرة الأول في الشرق الليبي على أي أساس كيف يمكن قراءة مثل هكذا مشهد خليفة حفتر انتهى من المشهد الآن صار خارج المشهد السياسي وحتى العسكري بشكل كبير صار التعويل الدولي الداعم لمعسكر الانقلاب العسكري بين قوسين العقل الصالح بدل خليفة حفتر أم ما هي السيناريو الصحيح شوف دائما فيه مخوف من أن أي طرف يكون فيه خلافة معه يتعامل معاك برأسين بمعنى أنه في هذه الحالة يسهل عليه التفلت من أي اتفاق وأنا هذا ما أشرت إليه في مقال ذكرت المدة الماضية وذكرت في لقاء تبرقى قبل أربعة أربعة وقلت بعض المخاوف اللي هي تتعلق بضمانات الالتزام بأي تسوية سياسية المخوف وين يا إسلام المخوف أن الآن حفتر يعني في حالة كومون أو ليس في صدارة المشهد هذا قد يفسر بأن هو بسبب خسارة الحرب فشل المشروع لكن وجود عقيلة وعقيلة هو الدعم الأساسي لحفتر وجود عقيلة كرأس يتحدث باسم تسوية سياسية المخوفين المخوف هو أن ما عجز حفتر أن يأخذ بالسلاح سيسعى عقيلة والدول اللي تقف خلفها لأنه عقيلة ما هو إلا يعني أداء إلى الدخول في تسوية سياسية هذه التسوية السياسية إذا أتت بكل الشروط اللي تمكن للمشروع المضاد فمقبولة إذا لم تأتي فالمشروع البديل الاحتياطي حفتر ما زال قائم وكامن وموجود وممكن يعود وهذا أنا حقيقة ما نبهت عليه وهذا ما أنبه عليه وهذا ما سأكون في مواجهة هذا الموضوع إلا أن تكون هناك ضمانات دولية أن الموضوع العسكري أي تسوية سياسية يجب أن يتم الالتزام بها كاملا يعني على أقل تقدير لعند اللحظة ما فيش أي الضمانات تكون جازبة بنسبة 100% المشهد السياسي أو المشهد القادم هو سياسي بحث يعني احتمالية كون المشهد القادم هو مشهد عسكري في سرط والجفرة وغيرها من المشاهد هو يظل وارد صح؟ نعم لأن احنا علمتنا السنوات الماضية أن حفتر لا يلتزم بأي إطار سياسي هو لا يمتتل لأمر البرلمان حتى عندما كان البرلمان يجتمع في طبرق وهو يتصرف كزعيم عسكري وسياسي يزور الدول ويعقد الاتفاقيات ويصرح ويتكلم كحاكم مطلق عسكري وسياسي لتلك المنطقة الشرقية بالتالي فلا ضمانة لتسوية سياسية قد تكون هشة مع طرف إلا بضمانات دولية إلا بمقاربات ربما فبالتالي وجب التنبيه على أن الخوف من أن يكون هناك حرب ما زالت تنتظر الليبيين وأن هذه التسوية السياسية اللي الآن يجري الحديث عليها لا تنهي أزمة ليبيا وبالتالي نتمنى أن الطرف الآخر يجمع نفسه كاملا ويأتي لتسوية سياسية شاملة وكاملة أمنية وسياسية وأسكرية المبادرة الأمريكية نستكمل النقاش فيها الآن بالنسبة لأهم نقطة أخافة البعض سيد صوان أهيو ألا وهي يعني عدم وضوح ألية التنفيذ بالنسبة لعملية جعل سرط والجفرة منطقة من زوعة السلاح افتتاح حقول النفطية وما إلى ذلك وكذلك ماذا بعد أساسا يعني على سبيل المثال تمت الموافقة من كل الأطراف افتتحت الحقول صارت سرط والجفرة مناطق من زوعة السلاح ماذا بعد ذلك طبعا هو الآن يجري الترتيب إلى جمع فريق الحوار اللي هو يتكون من عدة أطراف جينيف وربما يكون في شهر عشر هذه المعلومات الأولية اللي وصلتني وهناك لقاءات تمهدية الآن في بداية شهر تسعة بالتالي هناك خطة وهي أن مبادرة وقف اطلاق النار عودة ضخ النفط هي مقدمة لنجاح التسوية السياسية اللي انتمنوها التم وبالتالي سيكون في شهر عشرة اللقاء بين أغلب الأطراف الليبية على رأسها المجلس النواب والمجلس الرئاسي وبعض الأطراف الأخرى اللي هي تحت إشراف الأطراف الأخرى من ضمنهم أنت محمد صواني أنا في البداية أول ما أعلنت البعثة فيما هو سابق عن حوارة جينيف كان اسمك من ضمن الحاضرين صح؟ نعم أنا وجهت لي الدعوة قبل عدوان أربعة أربعة وكنا جميعا نستعد للذهاب إلى غدامس ولكن إلى الآن غير معروف بالضبط ما هي الأطراف بالتأكيد لكن الأطراف الرئيسية اللي هي مجلس النواب ومجلس الدولة وطبعا هم اعتمدوا التمثيل للدوائر لأنه فيه انقسام في مجلس النواب فبالتالي سيكون هناك يعني الجولة قام بانتخاباته أفرز تلتش العضون وهو الإشكال بالضبط وبالتالي سيكون فيها أطراف أخرى يعني بعض التوجهات بعض المدن بعض التكتلات ستكون موجودة هناك يعني بعض الملاحظات والانتقادات اللي وجهت للبعتة عن القائمة اللي تم الإعلان عليها في جنيف اللي هي قائمة المدعوين وأن هناك مبالغة في دعوة بعض الشرائح وبالتالي تقريبا أن هناك إعادة نظر في خارطة المدعوين والأطراف اللي ستكون على طاولة الحوار على سبيل المثال كان ذلك وصارت حوارات جنيف أمرا واقعا ملموسا وجهة الدعوة لسيد محمد صوان وجهة النظر التي ستكون هناك بالنسبة التي ستمثل أولا أن الدعوة جاءت على أساس أنه ليس محمد صوان كثير محمد صوان كحزب عدالة وبناء طبعا هذا في السابق قبل 4-4 نحن الآن لم توجه لنا أي دعوة رسمية طيب جاءت الدعوة في علم الفرضيات جاءت الدعوة لمحمد صوان كونه موثل للعدالة والبناء أبرز النقاط التي ستكون مصرين على إدراجها في أي تسوية سياسية قادمة في حال نجاح المبادر الأمريكية في الذهاب إلى ما بعدها يعني ما هي وجهة النظر التي تطمحون إلى تطبيقها أنا ذكرت لك الآن أولها على الإطلاق هي قضية الضمانات الضمانات التي تلزم الأطراف بتمفيذ ما يتم الاتفاق عليه لكن أن نتفق مع مجموعة البرلمان أو بعض الرموز الشخصيات ثم بعد ذلك يعني يخرج المشروع العسكري في توب آخر وندخل فيه دوامة فأبرز الشروط على الإطلاق هي ضمان أن يكون هناك تمفيذ لما يتم الاتفاق عليه أما من حيث الشروط فنحن وأنا ذكرت في مقابلة لها نلتقيت بالسيد الرئيس سراج وتكلمت معه وقلت له إذا كان فيه تسوية بين الليبيين وطرح فكرة أن نحن لا نريد أحزاب أو لا نريد حزب العدالة والبناء فنحن فقط نريد ضمان واحد هو نجاح المسار السياسي لكن أنا على استعداد أن لا نشارك وطلبت منه أن يأخذ مني هذا الكلام وأنا على استعداد للالتزام به في حالة ضمان تسوية سياسية تضمن نجاح المسار السياسي تدخلون بأفراد حيث نعم ضمان نجاح المسار السياسي نحن كحزب سياسي نريد حياة سياسية ليس بالضرورة عندنا أن نكون طرف في أي تسوية في إسهابك ذكرت الأعلى للدولة والنواب في سابق الأيام ليس بالمدة البعيدة بتأكيد لديك علم سيد صوان أصبحت المبادرات أو على أقل تقدير الحوار المبدئي عن بعد بين عقيلة صالح والمشري يبدو أنه سيلتأم من جديد في المغرب وجهة نظركم في أي لقاء يمكن أن يكون بين المجلس الأعلى للدولة يمثله خالد المشري ومجلس النواب في طبرق يمثل عقيلة صالح يمكن أن ينتج عنه بوادر طيبة مثلا مع الأخذ بالاعتبار بأن آخر لقاء عقيلة صالح قال فيه بخالد المشري عندما عاد إلى ليبيا قال أنا التقيت بمواطن ليبي نعم هو يعني عقيلة صالح عمل هذا حتى في السابق في لقاء مع الدكتور عبد الرحمن السويح اللي عندما التقاه في روما تقريبا وبعدين قال أنتقيت بمواطن ليبيا وأنا لا ألوم كثيرا عقيلة صالح لأن من يعني من يكون تحت مضلة الحكم العسكري فدائما حتى وإن كان مسؤول فهامش الحرية عنده يعني بسيط جدا يعني وبالتالي هو عندما أشيع أن حفتر كان في المستشفى وأن طلعت إشعات أن حفتر انتقل إلى الدار الآخرة وأنا نقولها بكل صراحة عقيلة كتف اتصالاتها بشكل غير عادي ورجع عقيلة الشخص حرية من القيد بالضبط الرجل القبلي أو الشيخ الاجتماعي اللي يحرص على وحدة ليبيا وأنا نقولها بكل صراحة كانت اتصالات من مستشارية عقيلة حتى بنا نحن كحزب العدالة بنا شبه يومي نحن نريد تسوية نحن نريد كده واضح أن هناك كابوس وهذا أمر علم بي خليفة حفتر عندما عزيزنا يشعر أنه أزيح عليه ولكن بالتالي أنا نقول لك أن عقيلة يظل يتحرك في إطار محدود وربما الفترة الأخيرة أصبح فيه يعني مساحة يتحرك فيها عقيلة ونحن أيدنا هذا وقلنا أن إذا كان السيدة عقيلة واللي نذكرت أن عقيلة الآن لا ينظر إليه كرئيس مجلس النواب لأنه لم يعد هناك مجلس نواب هناك ثلاثين عضو أو عشرين عضو وغير موجودين لكن عقيلة ينظر إليه كجغرافيا أنه يمثل منطقة جغرافية والمنطقة الجغرافية هذه عزيزة علينا وتهمنا وجزء من ليبيا ولن يصلحها ليبيا إلا إذا توحدت ليبيا كاملة فبالتالي إذا كان عقيلة هو اللي بيقص الشريط متع على التسوية السياسية وبيكون جسر لتشجيع قيادات سياسية واجتماعية أخرى من المنطقة الشرقية فنحن نرحب بهذا ورحبنا وقلنا ليس لدينا مانع لأن المنطقة الشرقية هي منطقة تاريخ ليبيا كلها كل الحركات أو أغلب الحركات السياسية والمعارضة وحركات الثقافة والفكر كلها وجود كبير في المنطقة الشرقية ففيها فهي ترية بكفاءاتها وبشخصياتها وهي غنية ولكن القمع العسكري والكبت هو اللي جعل العقال والناس اللي هي تقدر أن هي ومش راضي عليه مش قادر التحرك وحتى من يخرج من البيضة ولا من طبرق ولا من بغازي ويمشي لتونس ويقول راية في وحدة ليبيا وأنه مع الدولة المدنية يحجز لمكان دائم في تونس ما يستطيع أن يرجع للبيضة وبالتالي مصير أي عاقل إما أن يبقى ويعني يؤثر السلامة أو يفقد الحاضنة ويقعد شخص غير قادر على الفعل سنعود للحوار فيما بعد الفاصل بتأكيد للمرة الثالثة وأدعوك للبقامع بتأكيد سيد محمد سنتحدث فيما هو قادم بداياته على أقل التقدير بالمطلوب أساسا إنجازه من خلال لقاء عقل صالح وخالد المشري إذا ما تم ذلك فقط مشاهدين الكرام ابقوا معنا فاصل قصير ومن ثم نعود لاستهلال الحوار مرة أخرى أهلا بكم مشاهدينا من جديد لازلنا في استهلال الحوار أو استكمال الحوار بأصح العبارة مع رئيس حزب العدان والبناء سيد محمد صوان سيد محمد أهلا بك أشكرك حتى لاستكمال هذا اللقاء الذي كانت دقائقه طويلة جدا بطول دقائق المعترك الليبي سياسيا أمنيا واقتصاديا وعلى غيره من الملفات عموما توقفنا في الحديث عن خالد المشري وعقل صالح في اللقاء لربما الذي يمكن أن يحدث معطيات أصبحت بوادر أن هناك فيه لقاء على أقل التقدير كان حتى فيه لقاء بشكل فردي في مكان واحد مع كل شخص بشكل فردي مع المسؤولين في المغرب وما إلى ذلك لديك العلم بالتأكيد بس ما المبتغة أساسا ما الغايات المبتغة تحصيلها في حال معتمل لقاء بين عقيلة صالح وخاند المشري ممثلين عن الأعلن للدولة والنواب طبعا زي ما ذكرت أن الأطراف الدولية التي تسعى في تسوية يعني تنظر لعقيلة والمجموعة الموجودة في الشرق زي ما ذكرت بأنهم يمثلوا جغرافيا وأن يعني بالتالي إذا أردنا أن نعمل تسوية فبالتالي لابد أن تكون بين الطرفين اللي هما يعني بين المجلس الأعلى للدولة والسيد عقيلة صالح كانت بدعوة حسب ما علمت من الشقيقة المغرب باعتبار المغرب ترى أنها هي يعني هي من راعت حوار الصخيرات وبالتالي دائما تريد أن يكون لها دور في التوفيق بين الليبيين ووجهت الدعوة للسيد المشري وأنا يعني تكلمت مع السيد المشري وشجعت على السفر وشجعت حتى على يعني حتى وإن لم يحصل لقاء مباشر جيد أن يكون هناك بوسيط لتقريب وجهات النظر وتقريبا هذا هو اللي حصل أنه لم يحصل أي لقاء مباشر وتم الاتفاق على أن يعني تكون هناك لجنة من كل طرف كل طرف من سيد عقيلة وسيد المشري يسمي ثلاث أشخاص على أن يلتقوا هؤلاء الأطراف ربما هم يصلوا إلى بعض المقاربات اللي تعرض على الطرفين المستقبلين بس نعود لنفس السؤال ما هي الأشياء الواجب تحصيله في حال لقاء عقيلة صالح وخلد المشري؟ هو مفترض تحصيله هو طبعا الجدول الأعمال القديم الجديد اللي على قائمة الحوارات تعديلت فق السياسي بين مجلس الدولة اللي كانت في تونس من أيام غسان سلامة إلى الآن هي أنت تعرف المجلس الرئاسي هناك انسحابات فيه وهناك بعض المناطق اللي ترى أنها غير ممتلة في المجلس الرئاسي انسحاب اثنين من أعضاء المنطقة الشرقية السيد المجبري والقطراني استقالة موسى الكوني فبالتالي هناك فكرة تعديل المجلس الرئاسي إما بتقليصة أو بتسمية أو الاتفاق على ثلاثة جدد للمجلس الرئاسي هذا أبرز تقريباً النقاط اللي هي بالإضافة إلى فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي بالإضافة إلى مناقشة موضوع التروع وفي تقديري أن المشاكل هذه من السهل الاتفاق عليها من السهل الاتفاق عليها بس لجان الحوار سواء كانت السابقة طبعاً سواء كانت من الأعلى للدولة أو من قبل حتى مجلس النواب عندما كانت تلتقي في تونس وغير تونس على مدار أشهر ولا ربما حتى سنوات لم تتفق شوف أخي سلام لم تتفق لأن لا توجد إرادة للطرف الثاني على الاتفاق الطرف الآخر عند مجلس النوم كان يراهن على مشروع واحد فقط هو التقدم العسكري وحسم الأمور حسماً كاملاً وبالتالي كانت التسويات الأخرى هي مجرد مجاملة في المجتمع الدولي وإحنا شفنا أن من وقع الاتفاق السياسي وقع الاتفاق السياسي السيد محمد الشعيب بعدما فوضوه أكثر من 100 عضو ووقع الدكتور صالح مخزون بعدما فوضوه أكثر من 84 و85 عضو لكن عقيلة أصلاً عقيلة لم يوافق على الاتفاق السياسي ولم يضمنه وأيضاً نبو سهمين لم يوافق على الاتفاق السياسي وبالتالي هذا خلل ما كانش فيه إرادة فعلاً لتنفيذ الاتفاق السياسي فالآن أنت قلت لي ما الذي يضمن أن يتفقه أنا قاعد نقول بكل صراحة إذا هناك طلاق بائن وهناك قناعة كاملة من أهلنا في المنطقة الشرقية ومن عقيلة ومن معه والدول الدعمة بأن المشروع العسكري فعلاً وئد ولا وجود له فأنا نقول لك بكل صراحة الاتفاق سهل جداً بين الليبيين هذا السبب اللي نقول لك عنه سهل لكن إذا ما زال استخدام الحوار السياسي كمناورة لكسب أكتر أوراق والمشروع العسكري مازال قائم وكذا فأنا نقول لك بكل صراحة ولذلك من حق حكومة الوفاق وترف الوفاق أنه يقوي حلفاء ويقوي شراكات العسكرية ويبني مؤسساته ويمشي في خطين متوازية في خط السلام إذا نجعت التسوية السياسية جيد لكن أنا لا أستطيع أن نأمن لطرف هاجم العاصمة بمستخدام كل الأسلحة وبدعم دولي ونستطيع أن نقول والله الأمور تغيرت تعرف أنت هذه أمور التقى في الأمور هذه تكون بتوازن القوة واتقى لا تكون بالشعرات والوعود على سيرة الأمور الحصرية بمجلسين نواب والدولة هي تنصيب المناصب السيادية طبعا هذا ما ينص عليه الاتفاق السياسي هو أمر شبيه مرتبط هنا السؤال في سياق بعيد لربما لكنها متصل بشأن نبي بتأكيد وحكومة الوفاق تحديدا هناك حديث في الشارع يدور عن تعديلات وزارية جديدة مرتقبة من المعلومات الوالدة إلى محمد صوان كونها لها مش من السلطة يعرف الدولة بكامة أركانها متداخل كحزب عدالة وبنافي في أدرع السلطة ويعرفون لربما حتى خفايا الأمور تعديلات الوزارية أسبابها إذا كانت صحيحة والأسماء المرشحة إذا كانت معلنة بالنسبة لكم وتستطيعون الإعلان عنها يعني أولا أنا نقول أن هناك إرادة الفترة الأخيرة لإحداث تعديل وزاري وأنا تكلمت مع السيد سراج وهو يعني أعرب على هذه النوايا أنه يعني بصدد يعني الترتيب لإحداث تعديل وزاري وانت كيف ما تعلم هناك فراغات هناك وزارة الاقتصاد فراغ هناك وزارة الصحة هناك المخابرات التعليم هناك الزراعة يعني هناك فراغات بالتالي النوايا تقريبا موجودة لكن في صعوبة في الاتفاق على كيفية إخراج هذه التشكيلة بحكم عدم اتفاق المجلس الرئاسي ودائما بتدخل موضوع المحاصصة وهذه طبعا عملية سيئة وللأسف أصبحت مرض كل ما تطرح أي لجنة أو فريق عمل أو ضروري بتتبحث على وهذا يعني شي بالتالي هذه نقطة النقطة الثانية أنا زي ما ذكرت لك في بداية كلامنا وقلت لك أن مشكلة المجلس الرئاسي أنه لا يفعل أدوات الدولة ولا يستخدم أدوات الدولة لإدارة الدولة يعني أنت تدير دولة ولا تستخدم الأدوات الرئيسية وهذا ما معناه؟ معناته أن التعديل الوزاري حتى وإن كان مطلوب ولكنه إذا استمر أداء المجلس الرئاسي بهذا الشكل بمعنى أنه لا اجتماع لمجلس الوزراء ولا قرارات ولا تصويت ولا فاعلية ولا تنسيق بين الوزارات بل كل وزارة تعمل بشكل منفرد ولا رابط يربطها بالوزارات الأخرى إلا ما يتم في التنسيق الفردي وبالعلاقات الشخصية فأتقادك متى يكون هذا التعديل الوزاري واقع ملموس؟ وإذا كنا نستطيع أن نعرف الآن ما الأسماء المرشح للدخول وما الأسماء المرشح للخرج؟ أولا أنا أقول إذا لم يغير رئيس المجلس الرئاسي سلوكا في التعامل مع الحكومة وتفعيل أدوات الدولة كلها واستخدامها لإدارة الدولة فمهما تعمل من تعديل ومهما تجيب فالنتيجة لن تكون بالشكل المطلوب أنا في تقديري أنه يجب أن توضع معايير لأن من المؤسف أن يخرج تعديل وزاري وتلقى وزير سين يمسك وزارة معينة وتسأل على خبرته في هذا المجال يقولك ما عنداش خبرة بالتالي فعلا إحنا لما نتفق على وضع معايير أن من يتولى الوزارة تتوفر فيه واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبع شروط أنا بعدين معاشي همني أني ممكن أن ندير توازنات جغرافية ونقول وفقا لهذه المعايير جيبولي واحد يمسك وزارة الاقتصاد وفقا لهذه المعايير جيبولي واحد كده فبالتالي أنا نقول أن يعني ظهور هذه الحكومة للنور يعني محفوف بالمخاطر لأنه مفيش اتفاق على كيفية تسمية طبعا تكلم السيد السراج وقال أنه قد يلجأ إلى الطواري وأنا قلت لك بكل صراحة قلت لك الآن لو نسأل السيد السراج نقول لك برلمان في طرابلس ستعترف به ولم تعترفش به سيقول أنني أعترف به ولا أعترف به عندك مجلس دولة جاهزة وهذا الأمر لا يحتاج موافقة دولية ولا اعتراف دولي هذا الأمر يحتاج منك تفعيل وعني فعلا هذه الرسالة هنزيد نكررها أنه نطلب من مجلس النواب بالذاتي اللي قاعدين في طرابلس أنهم لا يبقوا مجرد أسماء وأشخاص كل المقومات اللي تدفعهم أنهم يمارسوا عملهم موجودة ويجب عليهم أن يحرجوا محافظ مصر بالماركسي ويحرجوا السراج ويحرجوا ديوان المحاسبة وينادوهم للمسائلة وينادوا الحكومة ويقولوا لهذه الوزارات غيرها ودير تشكيلة جديدة حتى يقولوا له دير تشكيلة جديدة ويجيب نعطوه الثقة يعني إحنا لو درنا حكومة وأخذت الثقة من البرلمان هل تبي اعتراف دولي؟ ما تبيش اعتراف دولي هذا اعتراف بجسم شرعي قد لا تكون مرضي عنها في الشرق وإحنا الآن قاعدين نعالجوا في في مشكلة في تيار الوفاق أما قضية التسوية مع باقي الليبيين هذا هو اللي انتمناه لما تكون في حكومة فاعلة واني ليش قلت إن سيد سراج لو دار حكومة فاعلة واستخدم أدوات الدولة لا استطاع أن يقنع الليبيين ببناء نموذج يحتدى ولا استطاع أن يمد يده وهو في مرحلة قوية طيب تطالب وتقول بأن من أعمال مجلس النواب هي المسائلة والمحاسبة في مقدمة هؤلاء الأشخاص هو السراج في حد ذاته وكذلك حتى الصديق الكبير كونه محافظة لمصر في ليبيا المركزي السؤال في سياق آخر ما المشكلة الحقيقية الموجودة بين السراج والصديق الكبير وفرج بومطاري بصفة دائمة وهي وزير المالية على قل التقدير في الحكومة الحالية وبصفة مؤقتة وزير الاقتصاد ما حققت هذا الخلاف بين الثلاثة أشخاص ممثلين لأربع كيانات أنا الحقيقة لدي وجهات نظري وتقييماتي الخاصة وربما بكل صراحة لا أريد أن أعلن تقييمي الشخصي لهؤلاء لكن ممكن نقول كلام عام وممكن يكون مفيد في تقديري أن محافظ مصري في المركزي تحمل مسؤولية كبيرة في فترة فراغ كاملة اللي هي فترة حكومة لغويل والمؤتمر الوطني وكان فيه حروب وكان هو المؤسس السيادية الوحيدة اللي نالت رضا وتقى حتى المجتمع الدولي أنه هو يصرف المرتبات لكل الليبيين ويسيل ما تتطلب المحروقات والسلع التموينية وكذا بالتالي هو الرجل تحمل مسؤوليات استثنائية في فترة صعبة العيب وين والخطأ وين أن محافظ مصر في ليبيا المركزي عندما دخل المجلس الرئاسي الحقيقة تمسك ببعض الصلاحيات اللي كانت مقبولة في فترة الفراغ مثل؟ مثل أنه أحيانا يمارس دور وزير الاقتصاد ووزير المالية وكذا ويتدخل تمشي هذه ربما هذا كان مقبول في فترة استثنائية في فترة ما فيش حكومة لكن مجرد ما دخوله للمجلس الرئاسي أصبح استمر محافظ مصر في المركزي في التمسك ببعض ربما بدواعي الحرص ربما بغيرها طبعا في المقابل أنا ربما بدواعي استفادة تقناقشت مع السيد محافظ مصر في المركزي مرارا في هذا الموضوع والمحافظ ربما أنا لا أريد أن أتكلم بإسمه لكن هو عندما تتكلم معه يقول عنده ردود يقول لك والله أنا لم أرى حكومة فاعلة تعمل بمجلس وزراء وبقرارات وكذا الحكومة مازالت لم بالتالي الموضوع قد يكون فيه يعني يحتاج توافق نحن في مرحلة في ليبيا لا يحكمنا القانون يعني بمعنى القوانين موجودة لكن لا توجد قوانين طيب بس هذا بين الصديق الكبير والوزراء مثلا في مقدمة وزير المالية الآن والذي هو نائب حتى عن وزير الاقتصاد فرج بونطاري بس السراج إي أنا قلت الخلاف دائما كان بهذا السبب بسبب يعني أن هناك يعني لوم مشترك وفي تقديري أن يرجع هذا بسبب فترة الفراغ اللي كانت فيها الصلاحيات واسعة ولأنكم قدري المشكلة لماذا لا يكون لكم دور مثلا في حل هذا الاشكال بين هذه الشخصيات الممثلة لكينات مهمة في الدولة وتقدم في جانب خدمي للدولة نحن يعني في الظروف اللي تمر بها ليبيا الآن يعني لم نلتزم بدورنا حتى كحزب وتجاوز دورنا كحزب إلى دور وسيط اجتماعي إلى دور وسيط سياسي علاقات دولية تقريب وجهات نظرة مع بعض الدول ليش؟ لأننا ندرك أنه فيه فراغ سياسي فيه حالة استثنائية فيه حرب وبالتالي احنا من منطلق مسؤوليتنا الوطنية تداخلنا في كثير من الملفات كثير من الملفات تداخلنا فيها بغرض تقريب وجهات النظر وبغرض الإصلاح وبغرض سد بعض التغرات واللي يعني لا يسمح المجال للتفصيل فيها ولا يعني ولا يحق لي أيضا أن نتكلم فيه في بعض الأمور ليس من خصصات الحزب ولكن هذه أزمة أنت تشوف حريق قدامك وأنت مانكش راجل أطفاء لكن إذا شفت حريقه فيه ضرر أرواح فستضطر فيش واحد يجي يقولك أنت إعلامي تتكلم على جلب الشراكة التركية؟ هذا ما تقصده؟ نحن هذا الموضوع دقيق وكثير من الناس يعني تكلموا فيه وجيد أنت طرحت الآن كثير من الناس بالغ في هذا الموضوع وبعض الناس مشاه في الاتجاه الآخر نحن قمنا بدورنا وبمسؤولياتنا وكلنا بجهد كبير جدا على كل المستويات وهذا الأمر يعرف سيد فايل سراج ويعرف وزير الداخلية ويعرف كل من هو محتك بالمشهد السياسي والعسكري يعرف دورنا اللي هو دور منضبط وملتزم بحدودنا كحزب ونحن حتى وإن كانت لنا أدوار قمنا بها من خلال التراتبية وبمساعدة الدولة وحكومة الوفاق الشرعية اللي تشتغل فنحن هذا قمنا به بس حجم الدورش إن كان لأنه في النهاية الشارع دائما مكان مختلف دائما مكان يقول بأن هناك فئة تقول بأن العدالة والبناء هي من استجلبت أساسا وكانت الرقم واحد في استجلاب الشراكة التركية اللي بيها الأخيرة القوية طبعا من شهر 11 من العام الماضي تحديدا 19 وهناك من يقول أنه يمكن أن يكون له جانب بس بتاكي جانب بسيط لأنه في النهاية دولة له وزارة الخارجية هي المسؤولة عن استجلاب الشراكات هما إلى ذلك هو زي محجم الدور يعني مساحة الحديث بالنسبة لي في الموضوع هذا يعني مساحة زي محدودة لإعتبارات لا تخفى عليك لكن في المجمل أنا نقول أنه في بداية الحرب في أربعة أربعة كان المجلس الرئاسي يعول على أنه عنده شرعية وأن المجتمع الدولي سينتفض وأن إيطاليا وبريطانيا وشركائنا الأوروبيين سينتفضوا ولكن الحقيقة المرة زي ما قال السيد وزير الداخلية لما طلع في بعض الحرب بيوم وقال العالم أعطانا بظهر أو خذلنا ومن هنا يعني كان فيه يعني مساعي وإحنا طلب مننا من المجلس الرئاسي أن نحن نقوم بدور ربما يكون عندنا علاقات لبعض الأحزاب لعلاقتكم الجيد نعم الأحزاب وبعض كذا فإحنا قمنا بدور وطلبنا من المجلس الرئاسي أن يكون عندنا الضوء الأخضر بأننا نحن نقوم بهذا الدور وفعلا الرئيس المجلس الرئاسي قام بإعطاء الضوء الأخضر ومارسنا دورنا وأنا نقول بكل صراحة حتى ادرفت متاع الاتفاقية اللي وقعت بين ليبيا وتركيا من المبكر من الشهور الأولى قسم الدراسات عندنا بالحزب اقترح قال هنا فيه اتفاقيات رأي قديمة مع تركيا وحتلقوها في وزارة الخارجية فيه برتوكولات تم توقيعها لماذا ليطور هذا الموضوع فطورنا هذا الموضوع يعني الفكرة من أساسها كانت من العدل والبناء أنا أقول بكل صراحة طورنا هذه الموضوع الاتفاقية وعرض تم اقترح للرئاسي نعم على أستقائنا وعرض على الحكومة وبدأ يتداول بين الخارجية في تركيا وبين الخارجية في ليبيا نحن موظفين في الدولة والحقيقة وهذه نقولها بكل صراحة وبكل مرارة اتفاقية مع تركيا تأخرت ولم يتم توقيحها بسبب عرقلة من وزارة الخارجية الليبية لماذا؟ السيد محمد سيالة كان عنده تعفضات على توقيع الاتفاقية هو يقول أن هذه ستفعلنا مشكلة مع اليونان وتعملنا مشكلة مع قبرص وتعملنا كده وكان فيه ضغوطات من الأطراف الأخرى كان السيد سراج يدفع باتجاه الاتفاقية السيد وزير الداخلية دفع بقوة نحن تداخلنا ومارسنا ضغوطاتنا أنه لابد يتم توقيع الاتفاقية لماذا؟ في حالة حالة لأن نحن احتلت أجواءنا بالكامل الطرف المعتدي تسلح فيه دول ونحن شفتوا أنتم العاصمة في أي مكان تقصف فعملنا ولا ندعي هذا لأنفسنا نحن وغيرنا من الخيرين كل الضغوطات لكن أنا ما وردني من اجتماع رسمي فيه وزير الخارجية أن وزير الخارجية سيد محمد سيالة وفي الفترة الأخيرة ما زال متمسك بتحفظاته على توقيع الاتفاقية وأنه يقول بسبب المشاكل وكان فيه مماطلة أنت لاحظت الاتفاقية توقعت بعد ثماني شهور تقريبا كان ممكن تكون من لون وطبعا زي ما قلت لك يعني بس حتى يفهم المشاهد على خلت تقدير مركز الدراسات أو نسيت الاسم تحديدا اللي هو اللي أعطاكم الفكرة في العدالة والبناء مكتب العدالة والبناء اللي هو أعطاكم الفكرة بأن هناك تحالف لربما يحدث يكون قوي مع تركيا كان في أي يوم في أي شهر تحديدا هذا كان من المبكر جدا لأننا نعمل بطريقة مؤسستية بس مبكر كم يعني شهر أربع أو خمسة؟ مبكر من شهر الثاني الأول الحرب يعني أبريل أو من؟ نعم نعم كان من البداية وكانت فكرة وسبب التأخر لشهر أحداش وهي وزاة الخارجية أخي إسلام أنا حتى لا يحمل الكلام عليه هي كانت فكرة مجردة خارج إطار الدولة وربما الحكومة كانت تتفكر في هذا اتجاه لكن أحنا فكرنا في هذا الموضوع وعملنا درافت درافت لاتفاقية جبنا بعض الاتفاقيات ودرنا عليه منوالها ودرنا مقترح وبدأنا نفعل في هذا الموضوع لكن هذا الموضوع عندما طرح بشكل رسمي أخذ طريقة بين وزارات الخارجية وليست لنا بها علاقة نحن كنا نراقب ونتابع مدى حصل في التفاقية طبعا هذا الدرافت طور فيما بعد وإلى أن وصل إلى النموذج أصبح فيه شق بحري وشق أمني وكذا لكن أنا ذكرت لك أن الفكرة كانت حاضرة عندنا من بداية في آخر ملف سيد صوان بما أننا في مدينة مصراتة أساساً بما أن حضرتك كذلك من مدينة مصراتة وتقطن حتى في مدينة مصراتة أعتقد في المدينة هنا في دقيقتان كأقصى وقت لضيق الوقت بس لغير لديكم انتخابات بلدية ستجرب في الأيام القريبة القادمة جداً متابعتكم لها وكذلك مشاركتكم وسؤال سيكون في الختام فيما بعد طبعا نحن في مصراتة الآن يعني نعيش عرس انتخابي لو تطلع للشوارع الآن ستجد الدعايات والصور والقوائم وتقريباً فيه تقريباً أي قائمة منهم تترشح هي في مستوى عالي من الكفاءة فبالتالي نحن في عرس انتخابي وهذا يذكرني بنقطة أننا الآن في ظروف عتم موجود حكومة مركزية بحكم الحرب يجب إعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس البلدية المنتخبة حتى تخفف الحكومة من كثير من المشاكل وهذه نقطة مهمة جداً يعني يجب على الحكومة أن تتخلص من كثير من الإعباء بأنها تحولها للمجالس البلدية سؤال أخير لابد أن يكون العدالة والبناء مشارك في هذه الانتخابات ويطمح للوصول إلى ديوان البلدية ولكن في عالم الفرضيات خسر هذا الرهان ودخل شخص آخر أو جسم آخر لبلدية مصراتة سيكون هناك تعامل مشترك واستنفاع ولا ربما استنفاع حتى لبلدية مصراتة من خلال العلاقات القوية التي يمتلك العدالة والبناء لدعم لربما المجلس البلدي أياً كان يكون فيه أم لا شوف في دقيقة أحنا كحزب سياسي موجودين في كل المدن الليبية والوريد أيضاً أن نبتعد حتى على الاختراب من الشأن الداخلي المصراتي لأننا حزب نمثل كثير منهم لكن أبناء الحزب في مدينة مصراتة من حقهم شاركوا ولا توجد قوائم حزبية الحقيقة في الانتخابات البلدية لكن أفراد الحزب مسموح لهم المجال وفيه بعض منهم داخلين في قوائم حزبية ومش قايمة وحدة داخلين في قوائم حزبية وهذا أمر مشروع والتمنى أنهم يساهموا في خدمة المدينة نتمنى لكم التوفيق كما الغير بالتأكيد سيد محمد صوان كنت معنا رئيس العدالة أو حزب العدالة والبناء شكراً لك لطيلة هذه الدقائق أعتقد قرابة ساعتين كانت من الحوار أشكرك جزيلاً شكر لكل هذه الإجابات مشاهدين الكرام بالتالي نكون قد انتهينا فعلياً من هذا اللقاء الذي استلخصنا فيه مواضيع عدة تكون شائكة منها السياسي ومنها الاقتصادي ومنها الأمني ووجهة نظر فيها من قبل زاوية حزب العدالة والبناء كان معنا سيد محمد صوان رئيساً للحزب شكراً لكم ختاماً على المتابعة إلى اللقاء شكراً شكراً